ايه دي الجزء ده كان المومنتم ونيوتن فرست لو. ثم ده سكند لو بايه بالريليشنز بتاعته. هنلاحز بقى ايه هنا الفورس لها قيمة. الفورس لها ايه قيمة? هنا الفورس كانت بزيرو. يبقى في نيوتن فرست لو. عشان الناس بقى مطلق باطش اهو. في نيوتن فرست لو الفورس بزيرو. فنيوتن فرست لو حالة من حالات نيوتن سكند لو. حالة من حالات نيوتن سكند دو. والمومنتم اللي بيعتمد عليهم. طيب نيوتن سكند لو بقى فيها الفورس بقت موجودة. وبنحسبها بكام. زودنا ايه? تعالوا نقول بقى هنا. هنا احنا زودنا الرشيو. الرشيو بتاعي. في المومنتم قلنا ايه? قلنا الرشيو. مومنتم ون اوبر مومنتم تو اكوال ماس ون طايمز فيلوستي ون على ماس تو طايمز فيلوستي تو. ده الرشيو بتاعي المومنتم. طب لو سيم ابجيكت. لو نفس الابجيكت. في حالة سيم ابجيكت قلنا مومنتم ون اوبر مومنتم تو اكوال في ون على في تو بس. ده رشيو المومنتم. طب في رشيو للفورس في نيوتن سكند لو طبعا. وده مهم جدا. هنا بقى هو. لو هتكلم على الرشيو في الفورس. والله لما اجي ايعمل الرشيو ما بين فورس ون اوبر فورس تو اكوال. انا عارف ان الفورس الاساسي بتاعها ماس باي اكسلريشن. يبقى هقول اكوال. ماس ون طايمز اكسلريشن وان اوبر ماس تو طايمز اكسلريشن تو. طب يا مستر لو مش مديني اكسلريشن ومديني فلوستي ومالو. ساعتها هقول ايه? يبقى بدل اكسلريشن احط مكانها في ون على في تو. طب لو مش مديني فلوستي ومديني ديستانس ومالو. احط مكاني مكانها ديستانس وان اوبر ديستانس تو. كوستشن تن. ابادي اوف ماس تو كيلو جرام. الماس اكوالز تو كيلو جرام. برضو فل فروم يعني الفي انشيال بزيرو. والهايط اللي بتقع منه اللي هي الدستانس ب ميتر. ان اما دي سويل. هي كده كانت بتقع فين? في الار. الدستانس دي كانت في الار. دين ات موفز فور سنتيميتر انسايد دا سويل. الدستانس اللي مشتها في الارض كانت فور سنتي. عايز الفورس نتيجة السويل اللي وقفت البادي ده. هي تعتبر الفورس هنا ام باي اي. فانا لو جبت الاكسلريشن بتاعة الحركة بتاعة الجسم في السويل يبقى حليت. بس لازم افهم ان انا عندي بمر على مرحلتين. لما الجسم ده وقع من مكانه من ارتفاع عشرة متر. الدستانس كانت تيم متر. ثم موفز في السويل دستانس تانية فور سنتي. فانا لازم امشي وفي الاخر وقفت. لازم امشي في الاير الاول وبعد كده امشي في السويل. في الاير انا محتاج ايه? انا معايا الفي اي والديستانس والجرافتي. خلاص بقى حفظت. دول يخلوني اجيب الفي فاينل من الثرد ايكويشن بنفس الطريقة كل مرة. طيب الفي انيشل بزيرو. طوباي الجرافتي طلعت معايا. هاو متدالي بتن والهاي التن. عشان تبقى الفي اف سكوير بتو هندرد. وبالتالي الفي اف بتو. الفي اف بتبقى بتن روتو ميتر بير ساكند. ده في الاير. طب ان سويل لما دخلت. البادي ده لما دخل في الارض. الفي فاينل في الاير يا شباب هي نفسها الفي في السويل. لان هو تنقل من الاير للسويل فجأة بنفس السرعة. اذا الفي في السويل هي هي برضو طب وبعدين لما مشت في السويل في الاخر وقفت. البادي وقف. فالفي فاينل بكام بزيرو. وهو مديني اللي اتحركتها او اتحركوا البادي ده في السويل بفور سنتيب او لما عملو ديفايد وان هندرد يبقى زيرو بوين زيرو فور ميتر. طب من دول اقدر اجيب ايه? اجيب اللي بدور عليه الاكسليريشن. ازاي? الاكسليريشن اكوال بي اف باور 2 مينس في اي باور 2 اوور 2 دي. طب الفي اف كان بزيرو. والفي اي باور 2 اللي هي كانت في فاينل من شوية كانت بتو هندرد. اوور 2 باي زيرو بوين زيرو فور. عشان تطلع الاكسليريشن بتاعتي نيجاتيف 2 فايف زيرو زيرو ميتر بير ساكن سكوال. دلوقتي بس اقدر اجيب الفورس اللي اكتنج على البادي. اللي هي ام باي ايه? يعني هتبقى 2 باي نيجاتيف 2 فايف زيرو زيرو عشان تطلع 5 تاوزند نيوتن. question 11. two bodies of same mass. خلي بلنا بقى من مسائل الرشيو من الجمل اللي عندنا. same mass. يعني mass 1 equal mass 2. if two different forces acted on them with the ratio between them 1 to 3. يعني ايه الرشيو ما بين الفورس 1 to 3. يعني force 1 over force 2 equal 1 to 3. اترجمها بالبساطة دي. then the ratio between the acceleration. عايز acceleration 1 على acceleration 2 equal A. يا ترى ايه علاقة الفورس والاكسليريشن لما تبقى mass constant? الاساس عندي ان الفورس ام باي ايه? يبقى لو انا عايز اجيب الاكسليريشن هتبقى force over mass. لما ان mass constant فالاكسليريشن direct مع الفورس. وده معناها اننا لو عايز A1 over A2 هي هي force 1 over force 2. اللي قال لي انها 1 over 3. وبالتالي هتبقى زي ما هي. question number 12. the opposite graph show the relation between acceleration of two cars. car A اللي بيعبر عنها line A. وcar B to line B. the relation ما بين the acceleration will force. طيب. قولنا اي graph بفكر على طول ان اجيب اللي slope. و اللي slope ال Y على الاكس او A over F. يا ترى A over F بتساوي ايه? والله اللي عرفوا ان F over A equal M. ده اللي خدناه من A2 second loop عن طريق التريانجل اللي احنا متعودين عليه. F over A. يبقى لو عندي A over F يبقى equal one over mass. طب يا ترى وعايز ايه? وعايز ايه? وعايز جيب ال ratio ما بين mass A و mass B. اولا لازم نراحص حاجة مهمة جدا. ان two lines هنا. ended add same force 50 بالنسبة line A و 50 بالنسبة line B. وده معناه ان force A equal force B equals 50. طيب وبعدين. ده يودينا للقاتي. لو F A equal F B. فانا عارف ان acceleration inversely مع الماس. زي ما احنا شايفين من هنا. وده معناه ان لو عايز ال ratio ما بين mass A over mass B. هتبقى equal acceleration B over acceleration A. عشان هما inverse. طب acceleration B كانت equal 5. وacceleration A كانت equal 10. بالتالي mass A over mass B 5 over 10. او بالsimplify one over two. يبقى هاختار A.